السلام عليكم مشاهدين الكرام في هذا الفيديو سنرى كيف نحوله من نظام العد العشاري ديسيمال للنظام العد الثماني الأكتل وكذلك سنرى العكس مثلا لدينا العدد 225 في النظام العشاري ونحوله للنظام الثماني من أجل ذلك سنقوم بسلسلة من عمليات القسمة على 8 وسنرى البواقي وفي حالة مكان خارج صفر سنتوقف عن القسمة إذن لدينا العدد 225 مقصوم على 8 يساوي إذن الخارج 28 والباقي 1 28 مقصوم على 8 تساوي الخارج 3 والباقي 4 ثلاثة مقصومة على 8 تساوي الخارج صفر والباقي 3 إذن بعد ذلك سنقوم بترتيب البواقي بهذا الشكل هنا لدينا 1 هنا 4 هنا 3 إذن العدد 225 في النظام العشاري العشاري يساوي العدد 341 في النظام الثماني الآن الآن سنرى العكس يعني التحويل من نظام الثماني للنظام العشاري نأخذ نأخذ مثلا العدد الذي تحصلنا عليه في المثال السابق من نظام الثماني وهو 341 نظام الثماني ونحوله للنظام العشاري إذن هنا سنحتاج إلى قوادة الأساس ثمانية فساوي إن قبل ذلك سنضع هنا واحد هنا أربعة هنا ثلاثة إذن هنا واحد مضروب في ثمانية أس سفر زائد أربعة مضروبة في ثمانية أس واحد زائد ثلاثة في ثمانية أس إتنان إذن بدأنا من ثمانية أس صفر إلى تمانية أس ثنان لأننا لدينا ثلاثة أرقام إذن تساوي نقوم بالحساب ثلاثة في ثمانية أس ثنان في أربعة وستون زائد أربعة في ثمانية أس واحد يعني أربعة في تمانية أس زائد واحد في تمانية الصفر يعني واحد في واحد تساوي واحد تساوي نقوم بعملية الجمع إذن سنجد مئتان وخمسة وحشرون النظام العشري إذن مشاهدين الكرام نتمنى أن تكونوا قد استفدتم وإلى اللقاء إن شاء الله